بسم الله الرحمن الرحيم هشرح دلوقتي High Impedance Differential Relay High Impedance Differential Relay ظهر نتيجة مشكلة اللي حصلت في Unpaced Differential العادي ان لما بيحصل External Fault عالي او Closing Fault ده بيسبب Satulation to Cities وده بيقصر على Differential العادي فما بقدرش استخدمه تمام في الرسمة دي بتوضح High Impedance Differential Relay وهنا ده عبارة عن Contact من Lookout Relay وده عبارة عن المتروسل اللي هو Non-Linear Resistor ده بيستخدمه في حالة Internal Fault بحيث انه يعمل Limit للفولت على اطراف CTS وده هيوضح اكتر لما نتكلم عن Internal Fault طيب الPrincipal بتاعت الرلي بقي بيعتمد على كرشو فلو تمام الOperation بتاعته في حالة External Fault لما بيحصل Satulation للCity هتلاقي ان الفولت اللي على اطراف الCity مش هيكون اعلى من الPickup Value بتاعت اللي نفسه فبزبط الNon-Linear اللي هو المتروسل على قيمة صغيرة اما في حالة لما بيحصل Internal Fault هتلاقي ان اللي نفسها كبيرة وكمان لان المقاومة بتاعت النون-Linear بتكون كبيرة فده هيخلي الفولت اللي على الCity هيسبب Satulation بسرعة وعشان اضمن ان الرلي ده يشتغل صح لازم يكون الMinear Point Voltage اللي الCity ضعف قيمة الPickup Value طيب الPickup Value دي بقدر حددها ازاي الPickup Value دي بقدر حددها عن طريق المagnetizing current بتاعت الCity والcurrent المسحوبة عن طريق الNon-Linear Resistor وكمان الRelay Operating تمام الرسمة دي رقم واحد ده هو عبارة عن الCity الاثنين هو عبارة عن الEarthing Point ثلاثة الEstabilizing Resistor اربعة طبعا الRelay سواء كان Overcurrent او Differential Relay خمسة هو ده المترسل او الNon-Linear Resistor الApplication بتاعته Generator المترسل ان انت لو مثلا افتخدمته كـ Auto Transformer Differential او Motor او Generator او Reactor وهكذا التوصلات يعني بتاعت Relay نفسه ها او او بتاعته انت او ا عن